مشكلة إدمانة الشعور بالتقصير إنه بيخلينا نعمل أربع أشياء بتفسد علينا حياتنا وبتفسد تربية أولادنا أول حاجة التمادي في الأحساس بالذنب بيخلينا نحس إن احنا لازم نلعب دور المنقذ على فكرة دور المنقذ ده ده مش دور من أدوار الأباء والأمهات لكن دور ماذا؟ دور مساند ومساعد الإنقاذ لو أنت هتلعب دور المنقذ يبقى أولادك تايما في هلاك أنت هيحصل إيه بقى؟ دور المنقذ ده هيخليك تلعب مع أولادك دور إن أنت تخليهم يعيشوا عادمين المسئولية والمسئولية عليك أنت دايما فتكون أنت البديل فيه اللي حاصل؟ فتشيل عنهم كل المسئوليات فيطلع الأولاد فما يكونش فيه خطأ وما يكونش فيه تعليم فيه اللي يحصل؟ فالأولاد يتعلموا الاعتمادية والأولاد يطلعوا بلا مسئولية عشان إيه؟ عشان أنت عايز ما تقصر إنتوا عارفين؟ إنتوا شفتوا الكلام ده؟ الحاجة التانية يبقى لازم رب الولد من أول يوم من أول ساعة إنه هو عبد لله زي ما أنا عبد لله لو أنا عايزة أتعامل صح والعبد لله مسئول زي ما أنا مسئول ولزاك إيه اللي حاصل؟ إحنا بنعلم أولادنا الصلاة لسبع وبنخليهم مسئولين بعد كده عن إنهم يؤدوا صلواتهم فهم مسئولين كمان لأنهم عبيد تاني حاجة الشعور اللي بيحصل بسبب إدمان الشعور بالتقصير تجاه الأولاد إن يحصل لما نتمادى في الشعور ده يخلينا نقوم بدور الضحية نحس إن إحنا إيه؟ بعدم الرضع عن نفسنا بيخلينا نعمل إيه؟ نبذل وإحنا منتظرين المقابل إنه يرجع عضعفا مضاعفا ما إحنا خلاص استهلكنا نفسنا فنبقى حسين لما نحس بعدم التقدير نحس إن إحنا بقينا ضحايا وخاصة إنه إحنا مستهلكين فنحس إيه ده؟ أنا ضحيت بعمر علشانكم والأم هات تقول للأباء يقولوا أولادهم كده أنا بكلمكم عن حاجات بتحصل عشان ننتبه يا جاي منين تقولوا إيه؟ أنا ضحيت بعمر علشانكم أنا تكفيت عليكم أنا مرضيتش الزوج يقول مرضيتش أتجوز علشان أنتوا تساعدوا فتفرحوا فإيه اللي حاصل؟ هو بيمارس دوره الضحية لأنه حس بإيه؟ إنه يجب إنه يسيب التقصير اللي عنده ده فيجب إن الحياة ما تبقاش طبعية وتبقى الحياة ستسنائية فيبقى هو ضحية الحاجة الثالثة اللي بتحصل إحساسنا بالزنب بيخلينا نتحول في بعض الأحيين لجلدين من كتر ما بنجلت نفسنا نتحول لجلدين لأولادنا نقد لازع للأولاد لدرجة إن الأولاد من شدة نقدنا ليهم من شدة جلدنا ليهم يفقدوا ثقاتهم بنفسهم للأسف الشعور الرابع والأخير اللي أنا اخترته من جملة مشاعر كتيرة جدا جدا إن التمادي بالشعور بالتقصير بيحولنا إلى هاربين فنهرب بقى من ضغط الإحساس بالتقصير فنقعد بالساعات قدام السوشيال ميديا أو نقعد بالساعات على القهوة أو نقعد بالساعات مع صديقاتي ونسيب خالص العمل ده اللي هيخلينا نجلد نفسنا بدل من عزب نفسنا يا سادة يا أباء يا أمهات رفقا بأنفسكم في الراحة عليكم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى مهم جدا جدا في الحقيقة خلينا نعيش في راحة ورحمة ومش بس نعيش في راحة ورحمة ونعيش كمان في وسح وده أهم حاجة أهم حاجة تحسس نفسك وأولادك بالوسح ونزيك أنا أقول لكم على ثلاث مبادئ لازم يكونوا معانا واحنا بنتعامل مع ده لن تكون إنسان متخلص من الشعور بالتقصير حتى تشعر بالوسح هذه أول مبدأ